نحن دائما نعرف أن الطلاق يمكن أن يكون حل لكثير من المشاكل التي تحدث لكن المشكلة تأتي فيما بعد الطلاق الذي يحدث بسبب استغلال الطفولة فإن شاء ترى هذا الشيء مؤخرا معدلات ارتفاع الطلاق هي في إزديال معناه أن في إزديال هناك مشكلة تحدث بين الأسر دائما سواء كانت عن صعيدة شخصية بين الرجوع والمرأة أو بالعيلة كاملة الأفراد كلها اليوم لو نحن قاعدين نطالع أنه كيف ساير الاستغلال ما بعد الطلاق ترى كثير يعني ما بنقول كثير بس البعض منهم أصبح الاستغلال ويمكن أنا اليوم أنا بقول بعد تمكين المرأة والقوانين اللي سايرها فأصبحت بعض النساء كلمة عندها أنها تتطلق بسهولة هذا سهر موجود أو كان زمان المرأة كانت ممكن تصبر وتقعد الآن ما يعني الكل سار إيش يبغى يعني يلاقي راحة وهذه حقيقة يعني الواحد يبقى يرتاح في مكان اللي هو فيه وإذا ما كان يلاقي هذه الراحة حيتطلب أنه يلتجي للطلاق صح ولقوا أيضا أنه الطلاق بيصير عند الأسر اللي هم أعمارها من 25 سنة ل39 سنة طلاق بسرعة يعني من يومها تقول أنها تتطلق على طول ما في حكمة في الموضوع في الطلاق فيصبح فيه إشكالية بين الرجل والمرأة فتلاقي الرجل بعض الطلاق في هذه المرحلة ما بيسأل عن أولاده أنا بتكمل المواضيع الناس اللي هم الجدا عايدين النورمال اللي ممكن تيسير ما بيسأل عن أولاده ممكن ما يصرف ما ينفق فالمرأة هنا تيجي ترفع قضية الطلاق وتأخذ حقوقها ويمشي على مجرى القضاء عكس زماني يعني ما كنا لما كانت المرأة تتطلق بالإضافة في للأسف بعض النساء أولى الرجال لما تستحيل العشرة بينهم يبدأ يدور فين اللحظة اللي هي يتكي عليها على المرأة أو المرأة تتكي على الرجل عشان تطفش في حياتهم بعد ما يتطلق يعني نحن ما بس أننا نحن تطلقنا اليوم لا نحن كمان حنتحارب مع بعض الطلاق ويصير فيه تنافس شديد على الأطفال فهذه حقيقة موجودة وكثير أنا أسمع كثير قصص تنافس عن حب أنا عادي أتفهمه لا نحن ما نتكلم عن تنافس تنافس بالضعب هذا هو الاستغلال اللي بيصير كثير يعني يقع للأسف الرجل والمرأة هو الأنانية ما يفكر إلا في مصلحته ممكن الحياة تستحيل بيناتهم الرجل أو المرأة أو المرأة خاصة ماتة وغيرتعيش مع الرجل ولكن تقول لا أنا هقعد عشان أطفشه عشان أولاده فتلاقيها تخلي نقطة ضعف الأولاد دولة تستغل لهم في أي حاجة مع الأبو فتلاقي الأبو في ذيك الفترة يعني ممكن الأم تحرم أولاده إنها ما يشوف الأبو أولاده ممكن الطلبات تزيد في الفترة معينة يعني ممكن المصروف اللي كان هو مثلا يدفعه ملتزم به ممكن يصير ثلاث أضعاف بسبب أيش التطفيش والاستغلال هذه حالات نقول يعني ما هي موجودة كثير ولكن بتحصل في المجتمع عندنا أو كمان برضو الأبو لما يعني أنا ما بقول بس المرأة برضو الأبو في اللحظة هذه يكون لما يعرف أنه مجرد المرأة تزوجت يبدأ يستغل هذه النقطة الضعف وكثير بتصير يعني تلاقي بيرفع عليها قضية إنها ما بتربي الأولاد كويس تتنقل حضانة يعني تدريجيا طبعا هو من المسأل القانوني وزينا حنتكلم القانونيا إنه بعد الحضانة الأم والأبو تروح للجدة اللي هي جدة اللي هي الأم فكثير يجوا الأباء في ديك المرحلة كمان يطعنوا الجدة يعني هي قضية شايكة موجودة في المجتمعات مو بسم مجتمعنا السعودي في مجتمع العربي عموما والعالم هي ركش العموما هي تذهبها